اشتركوا في القناة والمبحث الثالث السواك والمبحث الرابع المسح على الخرفين بداية السواك السواك لغة هو عود الآراك وقيلة هو الدلك أما استلاحا فهو استعمال عود من آراك ونحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه استعمال عود من آراك ونحوه كفرشات الأسنان وما حولها كاللثة لإذهاب التغير، تغير رائحة الفم، استرار الأسنان ونحوه إذن السواك لغة عود الآراك، الدلك أما استلاحا فهو استعمال عود من آراك ونحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه أركان السواك ثلاثة مستاك وهو الإنسان، مستاك به وهي الآلة سواء كانت عود من الآراك أو عود من العرجون أو فرشات الأسنان أي آلة يحصل بها طهارة الفم، مستاك به مستاك فيه الأسنان وما حولها إذن أركان السواك ثلاثة، مستاك وهو الإنسان مستاك به وهي الآلة اللي بيحصل بها طهارة الفم، ومستاك فيه الأسنان وما حولها حكم السواك، السواك مستحب في كل حال وفي كل زمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواضب عليه يكره السواك بعد الزوال للصائم سواء كان الصيام فرد أو نفل بعد الزوال، أي زوال الشمس عن وسط السماء وميلها لجهة الغروب يعني من بعد الظهر إلى غروب الشمس، هنا يكره السواك للصائم لماذا يكره؟ لأن رائحة فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك قد يكون السواك واجب، متى بيكون واجب؟ إذا كان رائحة الفم كريهة تأذي من حوله هنا بيتوجب على الإنسان أنه هو يستاك إذن السواك مستحب يكره فقط للصائم سواء كان الصيام فرد أو نفل ويكره للصائم بعد الزوال قد يكون واجبا إذا كانت رائحة الفم كريهة وتأذي من حوله حكينا أن حكم السواك مستحب في كل الأحوال والأزمان لكن في مواضع بيكون السواك فيها أشد استحباب من غيرها منها عند تغير الفم سواء كان هذا التغير ذاتيا أو بغيره كأكل ثوم أو بصل عند القيام من النوم عند القيام للصلاة عند الوضوء لأنه ثبت عن الرسول أنه كان بيستاك قبل كل وضوء عند قراءة القرآن عند صفرار الأسنان عند دخول البيت الخروج منه كلها مواضع بيكون فيها السواك أشد استحباب من غيرها سنن السواك أولا أن ينوي السنة أن ينوي بالسواك السنة ثم يستاك بيمينه يبدأ بالجانب الأيمن من الفم ثم يمرر على سقف حلقه إمرارا خفيفا وعلى كراسي أدراسه لأنه على كراسي الأدراس بيتجمع فيها بقايا طعام إذن أن ينوي به السنة أن يستاك بيمينه أن يمر على سقف حلقه إمرارا خفيفا وعلى كراسي أدراسه بالنسبة لفضاء الأسواك أعظم ما ورد في فضل أسواك ما ثبت عن النبي أنه مطهرة للفم مرضى للرب أيضا الأسواك مضاعف للأجر مذكر للشهادة عند الموت وردت أعثار أنه الاستياك بيقوي حاثة البصر وأنه هو مهضم للطعام هذا بالنسبة للسواك مفهومه لغة واصطلاحا وأركانه وحكمه وسننه وفضائله المبحث الرابع المسح على الخفين إحنا بالمحاضرات الأولى اتناولنا الأسس اللي قام عليها التشريع الإسلامي وكان منها رفع الحرج بمعنى رفع المشقة واليسر في العبادة والتخفيف مراعاة للظروف والأحوال من الأمور اللي فيها تخفيف ومراعاة للظروف والأحوال المسح على الخفين وخاصة في أيام الشتاء طبعا الخفين حذاء من جلد ساتر للكعبين الجوارب بتدخل ضمن مسمى الخفين دليل المشروعية حديث المغيرة بن شعبة عندما أراد النبي أن يتوضأ غسل وجهه وغسل ذراعيه ومسحه برأسه ولما أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفي النبي إكراما له وشرفا لخدمته قال له النبي دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين فمسح علينا هذا بالنسبة لدليل المشروعية من السنة النبوية أما الحكمة من مشروعية المسح على الخفين فهي من باب التخفيف على العباد والتيسير لهم خاصة في أيام البرد الشديد حكم المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين في الوضوء ولا يجوز في الغسل وإزالة النجاسة إذا توضأ الشخص ولبس الخفين ثم أحدث حدث أصغر الحدث الأصغر رفع بالوضوء يجوز المسح على الخفين أما إذا أحدث حدث أكبر حدث الأكبر رفع بالغسل هنا لا يجوز المسح على الخفين إذن يجوز المسح على الخفين في الوضوء ولا يجوز في الغسل وإزالة النجاسة وقد يجب إذا كان معهما لا يكفيه إلا بمسح الخف وقد يحرم مع الإجزاء كالمسح على خف مطفوب أي مسلوب شروط المسح أربعة الشرط الأول أن يلبسا بعد كمال الطهارة فلو غسل رجلا ولبس خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يلبسهما بمعنى أنه لو غسل رجل ولبس خفها ثم فعل بالأخرى لا يجوز لأنه هنا بيكون لبس خف الرجل الأولى قبل اكتمال الطهارة أيضا لو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف لا يجوز له المسح هذا الشرط الأول أما الشرط الثاني أن يكون الخفان ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين بكعبهما فلو كانا دون الكعبين كالمداس مثلا لا يجوز المسح عليهما الشرط الثالث أن يكون الخفان بما يمكن تتابع المشي عليهما بمعنى أنه هو يستطيع أن يمشي بهما الشرط الرابع أن يكون الخفان طاهران فلا يجوز المسح على خف نجس إذن شرط المسح أن يلبسا بعد كمال الطهارة أن يكون الخفان ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين بكعبهما أن يكون الخفان بما يمكن تتابع المشي عليهما بمعنى أن يستطيع الشخص أن يمشي بهما أن يكون طاهران مدة المسح يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بليليهن المتصلة سواء تقدمت أو تأخرت متى بتبدأ مدة المسح من حين الحدث بعد لبس الخفان؟ تبدأ من وقت المسح فمتى مسح على خفايه بدأت المدة يعني لو لبس خفايه في صلاة الظهر مثلا ومسح عليهما في صلاة العصر لبس الخفين في صلاة الظهر ومسح عليهما في صلاة العصر بتبدأ المدة من صلاة العصر إلى صلاة العصر من اليوم التالي هذا إذا كان مقيم أما إذا كان مسافرا فبتنتهي مع صلاة عصر اليوم التالي إذن تبدأ مدة المسح من حين الحدث بعد لبس الخفين كيفية المسح طبعاً في الفرد مسح شيء ولو قل من أعلى الخف ويسن مسح أعلى وأسفله خطوطاً وأنا حرفع لكم فيديو توضيحي بيوضح كيفية المسح على الخفين مبطلات المسح أولاً خلع الخفين أو خلع أحدهما أو انخلاعهما أو أحدهما أي إذا خلع الخفين بطل المسح ولا يجوز المسح عليهم مرة أخرى حتى يغسل قدميهم اثنين انقضاء مدة المسح إذا انقضت المدة بطل المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ثلاثة الحدث الأكبر كالجنابة أو الحيض لأن المسح في الغسل لا يجوز إذن مبطلات المسح خلع الخفين أو خلع أحدهما انقضاء مدة المسح والحدث الأكبر نكمل أحكام الطهارة في محاضرة قادمة بإذن الله دمتم في حفظ الرحمن